الجمال يا حبائي مش جمال الشكل ده الكتاب المؤدس قال الحسن غش والجمال باطل أما المرأة المتقطة الرب فهي تمدع والشاعر يأكد على هذا المعنى وقال إيه ليس الجمال بمئذر فعلا وإن رديت بردة إن الجمال معادن ومحاسن من أورفنا حمدة الجمال مش جمال الشكل والجسم الجمال جمال الأخلاق والطبع والعلاقة مع الله أشياء يا حبائي العريس السماء والرب يسوع بيخاطب النفس بشياء ويقول لها هأنت جميلة يا حبيبتي هأنت جميلة أنت جميلة في اتضاعك جميلة في محبتك جميلة في جهادك الروحي جميلة في رفضك للكسل والطراخي جميلة في إسرارك على الجهاد الروحي جميلة في رفضك للخطية جميلة في إسرارك على المكتعيش حيات التوبة والقداسة والنقاوة جميلة في عطائك للفؤرة جميلة في عطائك للمحتاجين جميلة في تشجيعك للنفوس الضعيفة شجيعه صغير النفوس أنت جميلة النفس البشرية اللي بتعمل كده هي نفس جميلة فعلا بالحقيقة في نظر المسيحة لون مجن مش بيجميلها ولا بيبالغ حاشة لو فها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة